كشفت وزارة الصناعة يوم 22 نوفمبر عن تعيين أعضاء اللجنتين التقنيتين المكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا تصنيع المركبات وذلك تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي الذي نشر في الجريدة الرسمية في 17 نوفمبر 2022 المحدد لشروط وكيفية ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات ودعت الوزارة في بيان لها المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة النشاطين السابق ذكرهما بالتسجيل في المنصة الرقمية التي تم إطلاقها ابتداء من اليوم وذلك لإيداع طلباتهم وكان قبل أسبوع المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة سالم أحمد زايد كاشف أن موعد دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر سيكون خلال أسلات الأول من السنة القادمة إن شاء الله سلام